استقبل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء خالد صديق وفداً أنجولياً ضم كل من وزير الأشغال العامة والعمران والإسكان لجمهورية أنجولا وسفير أنجولا لدى مصر نيلسون كوزمي وعدداً من المسؤولين الأنجوليين وحث الاجتماع بين الطرفين أوجه التعاون وسبل تبادل الخبرات في مجال التنمية الحضرية المتكاملة وخلال الاجتماع أعرب وزير الأشغال العامة والعمران والإسكان لجمهورية أنجولا عن إعجابه بما تم من إنجازات في مجال التنمية الحضرية المتكاملة في مصر مشيراً إلى وجود تشابه كبير بين التحديات التي تواجه أنجولا ومصر